تقدم على وقع القذائف والرصاص ومواجهات تصنع غدا جديدا عبر بوابة نهم هنا يضيف الجيش الوطني والمقاومة كل يوم إنجازات جديدة إلى رصيد معركة التحرير التي يخضونها ضد الإنقلابيين آخر هذه الإنجازات تحرر مناطق الجبيل وأجزاء من الحمرة والتباب المجاورة لها والنخل شمال شيحان والجزء الشرقي من القتل بات الجيش الوطني والمقاومة بعد هذا التقدم على مقربة من نقل بن غيلان آخر التحصينات الهامة للإنقلابيين في مدرية نهم معركة بدأناها من راس مدهون على الجبال على النخلة على مأخرة مدهون على البياغ على هذا الحريم نسموه في نهم على الحمرة معركة من عمس بدأناها واليوم كملنا الكلام كله الآن قد أصبح قواتنا بادئة على محلق الحمد لله تم النصر والتقدم وإن شاء الله النصر في الطريق وأيام قادم إن شاء الله ونحن في نقل بن غيلان وخلال الساعات الماضية عاود الإنقلابيون مهاجمة المناطق المحررة في بران والمدفون وملح والحمرة والشبكة وجبل يام لكن وحدات من الجيش الوطني وبإسناد من المقاومة تمكن من دحر هجمات الميليشيا وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد العسكري طيران التحالف نفذ خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية عدة ضربات جوية على تجمعات لقوات المخلوع صالح ميليشيا الحوثي في مناطق المدفون وبران وجبل يام والمجاوحة الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني باشرت مهامها في تمشيط المناطق المحررة ونزع الألغام التي زرعتها الميليشيا الإنقلابية على الطرقات وفي محيطة جمعات السكانية على امتداد هذا الأفق يخوض الجيش الوطني والمقاومة معركة حاسمة على خط استعادة الدولة والاستقرار في اليمن بإرادة لا تجدي معها الأفعال اليائسة للإنقلابيين نفعا سواء تمت بالدبابة أو عبر مصادرة مبنى البرلمان